نعم سالخير رولا سأبدأ من الحصيلة التي أعلنت عنها وزارة الصحة قبل قليل للغارة التي حصلت في جون في قضاء الشوف وهذه الحصيلة بحسب وزارة الصحة بحسب الحصيلة المحدثة سقوط 15 قتيلا في هذه الغارة بينهم 8 نساء وأربعة أطفال إضافة إلى إصابة 12 آخرين بجروح فيما لا تزال أعمال رفع الأنقاض مستمرة هذه الغارة التي حصلت خارج الضاحية الجنوبية لبيروت تماما كما الغارة التي حصلت في بعلشمي كما ذكرتي قبل قليل والحصيلة عن هذه الغارة بحسب وزارة الصحة التي تحدثت عن خمسة قتلى وعن جريحين بنتيجة هذه الغارة التي استهدفت مبنى للنازحين هناك الضاحية الجنوبية لبيروت على عكس نهارها تعيش في هذه الأثناء هدوءا حذرا لا طائرات استطلاع لا نسمع طائرات الاستطلاع على عكس ليلة أمس التي كان فيها تحليق الطائرات الاستطلاعية كان مكثفا جدا وعلى علوم خفض وهذا ما جعلنا نقول ليلة أمس أن الغارات ستعاود في الساعات المقبلة وهذا الذي حصل اليوم صباحا فتوزعت الغارات على المريجي الليلة كالحدث حارة حريك بئر العبد ولغبيري وتحدثنا عن ثلاثة عشرة غارة هي الحصيلة النهائية للغارات التي وصفت بالعنيفة والتي خلفت دمارا هائلا في الضاحية الجنوبية لبيروت الآن إذن نتحدث عن هدوء حذر على الخط السياسي وفي ظل الحديث خصوصا من الجانب الأمريكي ومن الجانب الإسرائيلي عن إمكان توصل إلى حل مع العلم نحن نتحدث عن حديث بإمكانيات الوصول إلى تسوية ووقف إطلاق النار وفي الوقت نفسه هناك تصعيد غير مسبوق لوطيرة الغارات والاستهدفات هنا كان مصدر سياسي مطلع على سير المفاوضات قال أن التصعيد الميداني الذي شهدناه اليوم في أكثر من منطقة لبنانية قال أن هذا يدل على أن هناك شيء ما يطبخ أي المفاوضات التي تحصل وهذه المفاوضات كان أكدها الجانب الإسرائيلي وكذلك أكدها حزب الله معظم البنود المطروحة بنود الحل وجد لها تقريبا الحل بانتظار وضع اللمسات الأخيرة عليها والاتفاق عليها بشكل كامل وأيضا بحسب هذه المصادر فإن لقاء ترامب وبايدن غدا هو الذي سيحسم الأمور سنذهب إلى مزيد من التصعيد أو أن يعود هوكستين بحل يكون متفق عليه وبالتالي يتبين إذا ما كان هوكستين سيستكمل مهمته التي بدأها وينجز هذه التسوية أو يتم تجميد هذه التسوية حاليا نهاية هذا الأسبوع من المفترض أن يتبين متى سيعود هوكستين وإذا كنا أمام هدنة بالفعل التي كان يتحدث عنها أمام تصعيد كما ذكرت ويضيف هذا المصدر السياسي نحن أمام فرصة دولية سانحة تمكن لبنان من الوصول إلى وقف لإطلاق النار على لبنان أن يستغلها وإلا إذا لم نعرف أن نستغلها سنكون أمام مزيد من التصعيد واستمرار للحرب في الأشهر المقبلة